لمزيد من التفاصيل والقاء للضوء على هذا الخبر مشاهدين ينضم إلينا هاتفياً دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم بعد التحية برأيك كيف ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الاحتياطي الأجنبي بارتفاع إرادات القطاعات لا ما نقدرش ننكر أننا كان عندنا أزمة كبيرة في تدفقات العملات الأجنبية في عام 2016 وده طبعاً يعني ده بيبقى ليه أثر سيء جداً على اقتضاة الدولة وأي دولة يعني إحنا لما يكون عندنا سعرين أسوق سودة لسعر الصرف وجود سعرين لسعر الصرف ده بالتالي بيوقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل وده طبعاً كان أمر طبعاً لا يصح أبداً وبالتالي طبعاً كان قرار تحريف سعر الصرف ورغم أنه يمكن البعض يظن أنه قرار صعب ولكن يعني ترتب عليه مزيداً من الإيجابيات أنه أعاد الاستقرار بشكل كبير لسعر الصرف وإحنا حتى شوفنا يعني أنه منذ بدايتها من عام 2017 الستثمارات الأجنبية تحسنت بشكل كبير التحولات المصرين للخارج وأيضاً الصادرات كل دي يعني بنقول عليها كانت نتيجة طبيعية لإستقرار سعر الصرف أنه أصبح العرض يتناسب تقريباً مع الطلب وبالتالي ده طبعاً يعني بنشوفه بشكل مباشر في مدى الاستقرار طبعاً كل روافد مصر الدولارية الخمسة حصل لها يعني زيادة بشكل محوظ كانت استثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2017 كانت مصر الأولى أفريقياً إلى الآن يعني نحن عرف أنه 17 و18 و17 و20 الخمس سنوات دول مصر هي الأولى أفريقياً بامتياز كمتلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثاني دولة عربية بعض الإمارات ثم حتى أن تحولات المصريين في الخارج وهي أهم مصدر من العملات الأجنبية اللي وصلت في عام 2020 لـ 32 مليار دولار تقريباً أيضاً حتى الله تطور ونمت بشكل كبير بالإضافة إلى تحسن إرادات قناة السويس والسياحة أصلاً حتى برضو حدثناها يعني طفرة كبيرة في عام 2019 وإن ساءت في عام 2020 السياحة نتيجة ظروف الإغلاق العالمي وإخلافه ولكن هي حتى أن التوقعات يعني بتؤدي إلى أو بتودي إلى أن يعني عام 2021 وعام 2022 هيكون فيها تحسن في السياحة مرة تاني أيضاً الصدرات المصرية أيضاً حصل لها نوع أنواع يعني حصل لها تطور بشكل كبير وتحسن محوظ خاصة في بنقول عليها الصدرات الغير بترولية الصدرات الصمعية وده طبعاً يعني كان طبعاً التطور اللي حصل في الصدرات الصمعية يعني خاصة في مواد البناء الحديد والأسمنت والملابس والمنسجات وخلافه وده طبعاً بنوع عليها إشارة جيدة للاقتصاد المصري وده بينعكس طبعاً على الاحتياطي النقدي وأيضاً يعني يمكن إحنا عندنا أكبر دليل على كده اللي إحنا شوفناه عندنا مجرد إننا حقاً في عام 2020 ورغم الأغلاق العالمي والمشاكل الاقتصادية ولكن الجنين المصري كان من أكثر العملات استقراراً وتحسناً أمام الدولار على الرغم أن يفي دول كتير ويمكن الدول دي مثلاً فيها ثلاثة أربع دول من مجموعة العشرين حصل لها يعني انخفض كبير في عملتها أمام الدولار الأمريكي بالفعل يعني دكتور كريم نجاح يعني أو دعنا نصلت الضوء على قرار تحرير سعر الصرف هذا القرار ساهم في توقعات إيجابية من قبل العديد من المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى إمكانية خفض الدين العام يعني أعطينا رأيك بهذا الشأن طبعاً يعني إحنا كلما يعني حصل طبعاً هنا لما بنيجي منتحدث عن سعر الجنيه أمام الدولار إحنا بيهمنا مضى الاستقرار يعني يكون فيه استقرار على الفترات الطويلة الاستقرار هو اللي بيخلصك أكثر في الاقتصاد كمان طبعاً يعني لما بنيجي نتحدث على الدين خاصة الدين الخارجي اللي دائماً بيسحب قلق للجميع إحنا لما بنيجي من قيم الدين الخارجي وحاولناه للعملة المحلية كلما حدث تحسن في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ده معناه أن الدين الخارجي مقايماً بالعملة المحلية هنقفض والعقل صحيح في حل التدهور العملة المحلية أمام العملة الأجنبية ده معناه أن الدين الخارجي هيزيد كمقوماً بالعملة المحلية كما برضو عندما نتحدث عن الدين الخارجي لأنه بيكون بالعملة الصعبة وبالتالي أن الدولة مطالبة أنها تدفع الأقصاد وتدفع أصل القرد بالعملة الصعبة فأنت هنا بنتكلم على أن روافد الدولة من العملات الأجنبية فيها تحكس بالكامل زي ما أنا قلت من شوية تحولات المصنون للخارج إرادات قناة السويس والسياحة وخلافه فده والاستثمارات كل دي بنقول عليها إرادات الدولة من العوائد الدولة من العملات الأجنبية بتتحسن بالكامل مش أنا اللي بقول السندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الاقتماني كلها بلومبورغ كل ده تحدث على أن في السنوات القادمة هيكون فيه تحسن كبير وملحوظ في إرادات الدولة من العملات الأجنبية وأن يعني كل عام بيمر هنبتد نشوف فيه زيادة كبيرة بتحدث في هذا يعني متوقعين أن الصدرات هتزيد إرادات قناة السويس فيها زيادة التحولات المصنون للخارج هتزيد وخلافه وده هينعكس في النهاية على الاحتياط النقد الأجنبي اللي بيدي يعني نوع من أنواع الثقة ونوع من أنواع الأريحية في التعامل مع العملات الصعبة دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة